كيف تتم الرؤية بقى يا دكتور؟ يعني الشعاع يقع على الجسم تقوم صورة تنفذ منه للقرانية بتروح فين بقى؟ يعني ميكانيزم الرؤية عشان نثبت للناس اللي بيشوف بيشوف إزاي واللي ما بيشوفش ما بيشوفش إزاي يعني إذا أول متاع على القرانية وتسقط منها تروح بدورها تتحكم البوابة دي تفتح لها اللي هي القزحية تديق توسعت الله يا الله هنعد الكمية دي ونحجب الكمية دي لأن الكمية دي كبيرة أو زيادة عن النزوم كما لو أني إضاءة قوية فأنا هديء علشان أعدي جزء معين وأقفل على الجزء الباقي ما يتكليش كل حاجة ما شوفش ده برضو إعجاز اللعزة وجل في الخلق فيتقع الصورة ديت على عدسة للعين وهنا بقى نتوقف عندها يعني لأن دي فيها من بديع صنع سبحانه وتعالى واللي إحنا ما نقدرش نوصل لبديل لها دي بتتغير وبتعتم مع مرة الأيام وما يسمى بالمية البيضة في عدسة العين ونلجأ إلى تغييرها عن طريق عدسات توزرع داخل العين لكن لا نصل إلى الدقة عدسة صناعية؟ عدسة صناعية لكن لا نصل إلى الدقة طب هي ليه دي أصلا لا تؤدي وظيفاتها على الوجه الأكمل؟ اللي بيضعفها يعني السن العمر؟ العمر عام الأساسي فمعظم الناس من بعد السن الخمسين يتعرض للمية البيضة بدرجات مختلفة السكر قد يزيد من حدوث وطيرة المية البيضة وتطورها الأمراض المناعية التعرض للأشاعات المختلفة والموجة والاستهلاك استهلاك بقى نسب استهلاك بالضبط ولكن الحمد لله من فضل الله أنها من عمليات النجحة والأكثر متدولة من هذه الأيام يعني ليه عملية المية البيضة المية البيضة مقلقة يا دكتور العمليات؟ لا بالعكس من الحاجات المتطورة والحاجات الجميلة يعني فيه خلال عشر دقائق وبيقوب الإنسان يمارس حياته بعدها برؤية أفضل والدنيا بتبقى جميلة وعادة ستزرع في منطقة دقة يعني قد لا ترى إلا تحت الميكروسكوب بمأسات العين نفسها بمأسات العين بتاع صحيبه ستة على ستة ستة على تسعة ستة بالضبط وتزرع داخل العين وخلاص حتى يستغني الإنسان أنتو طبيعا بتزرعوها إزاي منين بقى؟ من هنا؟ ملعين من هنا؟ فتحة دقيقة في القرانية لا تتجاوز الاتنين ميلي في القرانية؟ في القرانية وندخلها نزرعها ما بتبصش القرانية بقى؟ لا أبدا طب بتلحم تاني بتتصلح تاني؟ أه طبعا بتقفل مكانها لأن ده جزء يعني فتحة بسيطة جدا وبتقفل آه وتوماتيك خلال أيام معدودة لأنها صغيرة جدا أه نشيل العدسة نشيل العدسة المعتمة آه طبعا العتمت خلاص وبمكانزم معين كده وتتشفط بجهاز معين ثم توزرع العدسة اللي وخدم مأساتها سابقا أيوة مكانها ويعود الإنسان اللي يمارس وتتكيف مع الرؤية ويشوف الدنيا تمامية بزبط لكن مهما كانت من تطور في صنع العدسات الحديثة إلا أنها لم تصل إلى جودة ولهذا بدأ سعتك فعل توازي عدسة العين الطبيعية للإنسان قد توازي فعلها ولا معنى جوهرة فعلها لازم نحافظ عليها بالضبط معنى جوهرة لازم نحافظ عليها مفيش حاجة تعوض ما خلق به الإنسان آآ آآ من العدسة اللي احنا اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهلنا يعني الفلاتر اللي فيها الطبيعية آآ لا تضاهي جودتها أي فلاتر أخرى أو أي عدسات أخرى ترجمة نانسي قنقر